مرجعنا لكم مرة تانية الفقرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الجمال الخريجي اما الفقرة دي هنتكلم عن الجمال الداخلي هنتكلم الفقرة دي الحمد لله يعني هتكون معينا كل اسبوع هي بتتكلم عن كل ما يخص الانسان نفسيا وسلوكيا معينا ومعاكم دكتور احمد الخولي صاحب مركز الخولي للتنمية البشرية والاعداد السلوكي اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا وسهلا ومعانا كمان استاذة دعاء استشاري العلاقات الاسرية اهلا بك يا استاذة دعاء اهلا سهلا حابين نعرف مع حضرتك لحظة التفاهم بتبتدي منين ومع مين طيب الاول برحب بك يا دكتورة اهلا برحب بك يا استاذة دعاء اهلا برحب بك يا استاذة دعاء اهلا بحضرتك لحظة التفاهم بتبتدي من قرية النفس نفسها يعني احنا عايزين نتكلم عن لحظة التفاهم ما بيني وما بين نفسي مش ما بيني وما بين شخصة او ما بيني وما بين المجتمع بحتاجين ان احنا نبص شوية للمراية نراجع نفسنا شوية فانا النهاردة بتكلم عن لحظة التفاهم وعايز السادة المشاهدين ركزوا معي جدا في الحتة دي ان لحظة التفاهم دايما عشان اقدر اقرأ هل انا فعلا بحب المجتمع اللي حوالي او بحب الشخص اللي انا بتعامل معاه ولا انا متعلق بيه لهدف معي طيب انا عشان ابتدي اقرأ الكلام ده لازم اخد لحظة التفاهم بيني وبالنفس لازم اركز الاول هل فعلا انا بدي عطاء بدون مقابل ومنتظر شيء ولا انا ما بديش حاجة او بدي العطاء ده وانا منتظر حاجة لو انا منتظر شيء يبقى انا دلوقتي متعلق بالشخص او بالمجتمع اللي حوالي ومنتظر منه رد فعل فلو ما دنيش رد فعل بحس بقلم فضيع جدا انما الحب مختلف شوية الحب دايما بيبقى عطاء بدون الم فلازم نبقى مركزين شوية او بنراعي ان احنا نبص شوية للمراية فنعرف ايه الفرق ما بين الحب وتعلق بالنسبة لحضرتك يا استاذ دعاء الفرق ما بين الحب وما بين التعلق فيه فرق طبعا بين الحب والتعلق الحب زي ما استئز دكتور احمد اخولي قال انه هو عطاء بدون مقابل الحب بيستمر للابد انما التعلق هو شيء مرحلي وتعلق فيه شيء من الانانية بمعنى ايه ان اللي بيحب حد بيسعى دايما ان هو يبقى سعيد انما اللي بيقى متعلق بحد بيدور على الطريقة اللي تخليه هو سعيد الحب بيتراوح بين الافراط والاعتدال بمعنى ايه بمعنى ان انا عندي درجات من الحب عندي حب قوي عندي حب ضعيف عندي حب بدرجة متوسطة انما التعلق بيبقى درجة زي ده عن اللزوم او زي ده عندي المعقول من الحب بمعنى مثلا ان انا بحب شخص ما واضطرتن الظروف ان انا العلاقة دي تنتهي فاللي بيحب حد اه كيب بيتعف في الاول بس بيعتاد الغياب وبعد فترة من الزوم بينسى بس يوم ما هيفتكر الشخص ده هيفتكره بحية كويسة على عكس التعلق التعلق بيبقى فيه شيء من الانانية اللي هو ممكن يجبر له قدامه او يستغل نقط ضعفه عشان يبقى هو سعيد بس هو بيرفض فكرة الفجدان خالص اللي هو ممكن ينهر نفسيا ممكن توصل معنا لتعلق مرضي ففي الوقت ده بقى يبقى المشكلة اكبر بكتير فهو حمي قوني الحب ايصار ايصار يعني ايه يعني انا بفضل شخص عني انما التعلق فيه شيء من الانانية وتحكم والسيطرة حابين بقى نعرف حاجة من دكتور احمد ايه معنى التعلق المرضي اه ده هي استاذ دعاء دخلتنا في موضوع كبير اه مس سؤال مهم اه طبعا بصي التعلق المرضي ده يجي شوية من حالة الاعتمادية الاعتمادية ده ده مرض نفسي المرضي النفسي مش مرض نفسي او بنقول عليه حالة نفسية التعلق المرضي ده بيجي في مظهر قوة او مظهر ضعف يعني لو افترضنا ان شخص متعلق بشخص مثلا او راجل متعلق بستة او العكس هنلاقي ان مثلا الراجل متعلق بالمرأة عشان جمالها عشان يظهر بجمالها هي او عشان مالها يعني متعلق بيه عشان هي حلوة بالزبط مش علشان هو بيحبها هي لشخصها لا معطمد على جمالها ده اللي احنا بنسميه مظهر القوة ده معلومة جديدة وحلوة اه لا بيبقى معتمد هو ده المرض بقى ان انا معتمد على حبي للشخص ده او تعلقي بالشخص ده في مظهر القوة ان هي اقوى بجمالها فانا معتمد عليها ومتعلق بيها لو زال السبب لو اتكلمنا عن مال مثلا وزال السبب راحل تعلق الموضوع بقى خلاص مفيش الحاجة اللي انا بحبه طيب في مظهر تاني اسمه مظهر الضعف اللي هو انا متعلق بحد عشان هو بيشوف فيي قوته انا اقوى منه انا مثلا ماليا اقوى منه فهو انا متعلق به لانه هو بيظهر لي الحاجة اللي نقصاني القوة بتاعتي بتظهر معاه فده بيبقى تعلق مرضي اللي هو يخص حالة القوة او حالة الضعف مستاذ دعاء ايه اللي يخلي الراجل يوصل لقلب المرأة بسهولة والله يعني اه لا تتلموا عن المرأة يعني بعد اذنك دكتور دينا مساحتنا بقى دينا مساحتنا هو الراجل يا رجال تركز بيحب الست ومش هينتظم منها شيء بس فيه شوية حاجات بتشترك فيها معظم السيدات او ممكن نشترك فيها يعني هي خمس نقاط انا بلخصهم في خمس نقاط ممكن السيد يبقى عندها نقطتين منهم او ممكن يبقى عندها الخمسة بمعنى ايه معنى انا اول حاجة عندي الهدايا والهدايا هنا مقصدش بقيمتها لا اناقصد بتسكرة المعاد او بمعناها لا بتسكرة المعاد ان السيد بتحط جدول موعيد امتى او مرة تقابلنا امتى او مرة مسكنا ايد بعض حاجات كتير فعلا على فكرة دي حاجات بسيطة بس بتفرق في السيد جدا بتفرق جدا بتفرق في نفسياتها الهدايا هنا بالتسكرة بالضبط ان انا اذكرها بس المعاد حتى لو بوردة فكرة النهار ده اول يوم تقابلنا يعني مش موضوع الهدايا ان هو بالقيمة تاني نقطة عندي والنقطة دي انا بشوفها من اهم النقط اللي هي التشجيع ليه بقى لان معظم الجلسات اللي بجينا المرأة بتشتكي ان الراجل بيقولنا انا بعبر اكتر بالافعال لا هو الكلام ليه تأثير السحر على الست بمعنى ان ممكن الاكوال اللي احنا بنقولها يعني تبقى تغني عن افعال كتير بمعنى ايه التشجيع ان انا شكرا على الاكلة الجميلة انت عملتيها يعني كلامي كله فيه مدح حتى لو انا بنقضها برضو هنقض بمدح لبس الجميل اوي بس لو ينفع يتغير يعني برضو طريقة التعابير لا عايز سنس في التعامل بس مش اي حد عنده سنس او الفن في التعامل مش كثير المرأة بتعشق بالاذن يعني المرأة بتحب ان هي تسمع اكتر من نهية برضو الافعال طبعا مهمة بس برضو الكلام ليه تأثير السحر تالت نقطة برضو الانصاط ستة تحب تتسمع باهتمام يعني ايه يعني انا لما اكون بتكلم في حاجة مايبقاش فيه ديء مابيحصلش 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 بنتكلم ماشي كالموبايل وبيلعب او بيالعب جيمز او بيعمل اي حاجة مفي رجالة بتعمل يعني اقلية يا دكتور اقلية مش كثير انا بكلمك على اللي فعلا بيحب وعايز يدي بدون مقابل انما فعلا يعني احنا بنحاول نسهل الطريق على الناس جواي الانصاط ان هي تتسمع ويبقى معايا فيد باك كمان هتعملي ايه طب انت فكرت بحاجة زي كي طب فكرت يعني انا مشاركها في الحوار اللي هي بدير احساس الاهتمام ان انا اقدي الفيد باك عشان تحس ان انا فعلا مهتم بك او هز الماغك يعني ايو مستخد على ذكرة شوف بتقولها حضرتك كده يعني كانوع من الدعابة بس فعلا حتى لو هزد دماغك انا حس ان حصل اهتمام حتى لو مسمعش ماني ولا كلمة يعني ايه حق كده هيجي جواي نفسيا اصمعني واقتنع معني ممكن اصلا ما اقتنعش ولا فاهم اصلا انا قلت ما هو الفترة ان هو يسمع باهتمام صح ده الراجل اللي بيحب بفعلا الست النقطة الرابعة هي نقطة الخدمة او المساعدة فأي نوع يعني بأي نوع من المساعدة في الكارير شغلها في البيت بشير البيبي عشان تنام حاجات بسيطة برضو بتفرق مع الست جدا النقطة الخامسة وهي نقطة التلامس الجسدي وانا هنا ما بقصدش بس اللي هو المفهوم الدارك للناس اللي هو الجماع وكده بين الازواق طبعا معينة دي النقطة مهمة جدا مفروض يبقى بيها تمام بس انا بتكلم على تطشاط تانية صغيرة كده يعني مثلا احنا قاعدين في قاعدة فيه لمس اكتاف مثلا بوصل لارسلنا شايف كوست الموجودين بمسك ايديها وحنا بنعدي يعني احتاط شاس صغيرة كده بس برضو بتفرق مع الست جدا بس احنا بنقول الحاجات دي عشان بهدف العطاء وليس الاستغلال يعني احنا مش عايزين احنا نديه عجباني فانا هدخلها من مداخل انا انتو خلاص الشباب تجعز كله عارف كل حاجة دكتور احمد بقى في نهاية فقرتنا عايزين نبدي نصيحة لكل علاقة بدأت تتوتر تمام انا بس عايز الناس تركز معي قوي في الكلام اللي هقوله لان العلاقات المتوترة مش معناها ان انا اقول نفصل شوية او نبعد شوية ان الناس تفهمني غلق لا هو فعلا احنا بنحتاج حاجة اسمها اعادة تعاقد يعني اول ما لأي العلاقة توترت احاول ان انا اخد هدنة بيني وبالنفسي مش انفصال يعني الستة ما تقول للراجل سيبني شوية او الراجل يقول لها سيبيني شوية ده مش بنسيب بعض يا جماعة لا احنا بندي نفسنا فرصة للبعد شوية بحيث ان كل واحد يراجع نفسه يبتدي يشوف في مريته لحظة التفاهم يبتدي يعيد حساباته تاني مع الطرف الاخر ويبتدي يعيد التعاقد يعيد التعاقد ده مش معناه ان انا ارجع بشروط ولكن معناه ان انا احاول اهدي العلاقة تماما وابتدي اشوف ايه الحاجات اللي عندي اللي كان فيها مشكلة قبل كده وحاول اعدلها مع الطرف الاخر بتعاقد جديد ازاي بقى انغير حيوية العلاقة اسوأي مهمة على فكرة تتعيدي حيوية العلاقة والله يبصي انا حابب ان السؤال ده اسدز الدعائ journey يايو انا ازاي نغيير الحياة انا انا عندما بتجيلي حاجة زي كده م powiedzia دكتوري اللي ترمي بشرية وفروكيات ما تبقى مع الجلس ما تبقى مع الجلس عني يا ضرب عندك سنس لما بتجيلي حاجة زي كده بحيبة شوف لاول نقطة الضعف ونقطة القوة عند الطرفين عشان نقدر نستثمر نقطة الكوة ونقدر نتغلب عن نقطة ضعفة دي وإحنا نقويها بس المنكر أقولك عشوية نقطة كده مشتركة إن إحنا لو إحنا عايزين نبدأ نعيد حيوية العلاقة إن أنا رقم واحد لازم العلاقة تبقى من أولوياتي يعني أنا لازم أخصص وقت مع شريك حياتي إن إحنا بنا نفرد ببعض ده رقم واحد رقم اتنين إن ما يبقاش فيه أي نوع من الأنانية إن أنا مش بعمل عشان أنا مستنين لا لو اللي اتنين قرروا إن هم بيعملوا عشان مش مستنيين مقابل فشكل العلاقة هيتغير رقم تلاتة بنغير لغة الحوار اللي هو بنعيد الزكريات بنتكلم في اللحظات السعيدة بدل ما فيه تزمر وخناء وأي منواشات صغيرة تتحول لحرب عنيفة فإحنا بنعيد لغة الحوار عشان الناس تفهم بسرعة هو القصة كلها إن أنا أراعي خصوصية الطرف الآخر كل طرف لازم يراعي خصوصية الطرف الآخر أنا مع حضرتك بس ده عاوز وعي ومش كل الناس عندها الوعي ده نبتدي التكلم على فكرة ده ده نوع من أنواع الحرية إن أنا لازم يبقى فيه خصوية لي وخصوية للطرف الآخر ونوعي الناس بأنهم يمشوا بالمبدأ أنا عايزة يحصل توعي ما يبقاش اليوم كله لي ولا اليوم كله ليك يعني أهم نقطة إن محدش يدور على الكمال لأن الكمال لله وحد فأنا فيه عيب منتظر من الطرف الثاني إن هو يتقبل فبرضو أنا لازم أعرف إن شريك حياتي هيبقى فيه عيب أنا لازم أتقبله بس ما يبقاش فيه أذى نفسي يعني للعيب ده فأنا لما هتقبل عيبه اللي قدامي وهو هتقبل العيب اللي عندي فالحياة هيبقى شكلها ألطف بدلا ما أنا قاعدة عايشة حياتي كلها بحيارة عشان أغير طبع معين مثلا أنا ممكن أتقبل إلا أنا مش قادر أغيره لأنه أنا فيه علاقة متوترة وأنا عايزة أبدأ أعيد حيوية العلاقة تمام فقرة كانت ممتعة جدا جدا أنا نفسي استفدت واستمتعت جدا وأتمنى كمان أستاذ المشاهدين يكونوا استمتعوا في فقرتنا وإن شاء الله الفقرة زي جماعة هتكون معانا كل أسبوع لو حد محتاج أي استفسار يتواصل مع مركز الخولي للتنمية البشرية والأعداد السلوكي وأرقام التليفونيات ظهرة على الشاشة قدامكم نورتونا جدا وشرفتونا استفدنا جدا جدا وإن شاء الله نشوفكم في حلقات كتير معانا انتظروني نطلع فاصل ونرجع معكم لكمل فقراتنا اشتركوا في القناة